السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة البروفيسور للمعرفة قبل ما يبدو الكور دينا ديال اليوم ما تنسوش باش انكم تابونو فلاشين دينا و تتابعوا الصفحة دينا على انستغرام و ما تنسوش باش انكم ديرو جيم اللاباش دينا على فيسبوك لحقاش غدي تلقو فيها جميع الدروس اللي غدي تحتاجوا ليها سواء كنتو باك اي كونومي ولا جيسيون كونطابل ولا كتقرو في تكويل الميهاني ولا كتقرو في الجامع غدي تلقو جميع الدروس ديال جامع المواد اللي كتقروها و اللي بطبيعة الحل منخصين بواحد طريقة سهلة بزاف و مبسطة و ممكن اي واحد يفهمها فعلى بركة الله غدي نشوف الكور دينا ديال اليوم الى عقلتو فواحد الفيديو كنا نهضرنا على كيفاش كان دي تغميني ولا باز انبوضابل ديال اليس يعني هاد اليس كيفاش كان ديرو ساك نحسبوه قناب اللي فلافان ديال شاكاني غاليز انتخو خيز كيكون ملزم عليهم باش انهم يعطيوا واحد دوكيمونت سنتيز اللي واحد ليطات سنتيز اللي كيتسمى لوسي بيسي هاد لوسي بيسي هذا كيتكوول لنا من اللي برودوي ولي شارج يعني النفاقات وايضا الارباح والمداخل اللي حققت الشركة و قناب اللي الفرق بيناتهم ما بين اشنو بعت الشركة و اشنو ربحات وما بين داكشي اللي خسرات كيتسمى لغزولة كونطابل فبطبيعه الحل إلا كانوا برودوي كتسب من اللي شارج كتكون لدينا واحد لغزولة كونطابل بني في سيارة اما إلا كانوا بشارج هوم اللي كتسب من اللي برودوي و الشركة ماربحتش بزاف فهذا الحالة كنقول بليلون تخو خيز عنده واحد ديفيسيت فكننا قلنا في الفيديو اللي قبل بنسبة اللي شارج ماشي كلهم كيكونوا مقبولين في سكرمو كان يندي شارج اللي كيكونوا ديكسيبل وراكننا هضرنا على اللي كونديسيون ديالهم و كانين دي شارج اللي كيكونوا نون دي ديكسيبل ولا بمعنى آخر كنقول عليهم اريان تجري وكي تزادو عليك في المونتون ابيا ديال ايس فنفس الشي كان يحتب بالنسبة للي برودوي كانين دي دي برودوي اللي هوم مبوزبل يعني اللي من الواجب عليك باش انك تخلص عليهم الياس و كانين دي زودك برودوي اللي هوم نون مبوزبل ولا اعجزونوري يعني وخاهم مراهم ربح بالنسبة للك و لان اللو جسلاتور يعثيك من انك تخلص عليهم الهيس فذاك الشي علاش الدرس ديرنا ديال اليوم غادي يكون على البردوي امبوزابل ام امبوزابل فكما كتعرفو البلون كونتابل ديالنا نقسم على هاتشكل هدا فلا كلا السبع كانين عندنا البردوي ديكسبلوتاسيوم واللي هني كلقوا فيهم جاه الارباح اللي دخلاتهم بالشركة عن طريق البيع ديال بعض المنتوجات اللي مرتبطة بالانشيطة الرئيسية ديالها كانين البردوي فينانسيغ واللي هم بعض الارباح اللي حققتهم بالشركة يا اما فاش كاتتاخدشي انتيري يا اما من عند لابونك ولا ايلا سلفاتشي واحد وكانين طبيعة الحال دي بخدوين نانكوغم واللي هم بعض الارباح ديال الشركة ولكن ما دخلنش في الاكسبلوتاسيوم ديال لونتخو بخيز واكبر مثال عليهم هو مثلا لاسيسيون ديزيليمون داكتيف إلا مثلا كنت نانتخو بخيز باعت الماتريال باش كتخدم فبطبيعة الحال لونتخو بخيز راه ماشي اللي بيوت دياله هو انها تبيع الماتريال باش كتخدم وانما هي كتبيع السلاح ديال هاللي كتكون تخصصة فيهم فاش كيكون مثلا واحد دي في ستفل انتخو بخيز ولا مثلا الانتخو بخيز كاس بغيد جدد داك الماتريال اللي كيكون عندها كتدير واحد لاسيسيون ديال دوكليزي موبيلساسيون اللي عندها وهادو كليزي موبيلساسيون كنسمون دي برودوي من انقرون ولا دي برودوي اكسيبسيونيل فدك الشيالة اللي انا اليوم غادي نشوفوا شكون هما دي برودوي امبوزابل وشكون هما دي برودوي اكزوني غيف ليس غادي نبدو بلي برودوي ديكسبلوتاسيون واللي قناع اليوم هما الارباح اللي كتدخلو من الشركة عن طريق البيع ديال الشيحويج اللي هما الغرض من النشط الرئيسي دياله يعني كسبع شيحويج اللي مرتبطين بالانشط الرئيسي ديالها اول حاجة كينا عندنا هو لوشيفخ دافيغ واللي كنسميوها رقم المعاملات واللي كيجمع لنا لانسمبل ديفونت غياليزي بغلون تخو بخيز فكما كتسعرفوا لوشيفخ دافيغ بطبيعة الحال هو رغا ديكون امبوزابل ولكن بشوروط إلا كان ديكسبلها وصلنا هالو كليون يعني فشبعنا هالو ودرنا هالو اللي فغيزون ففي هذه الحالة هالي داك الشي اللي بعنالو كيكون امبوزابل ولكن الى ديكسبلها اللي بعنالو كليون ما زال ما وصلت له فدك اللو بخودوي ولا ديكلافونت اللي درنا كتكون امبوزابل وما كان خلصوش عليها لياس وما كانت ديكلارا حتى كي خلصنا داك لو كليون غيال مو وما كان ناخدوش بعيد الاعتبار لافاكتور يعني سواء كانت لافاكتور ولا ما كانت احنا المهم عندنا هو اللي فغيزون يعني إلا وصلت له سلعو راه امبوزابل ما وصلت هالوش راه ما كتخلص عليها والو كين عندنا لو شفخ ضافيات التاسي إلا كنت لن تخو بخيز بعت السلع ديولها فكما كتعرفو هي را كتبع ديما التاسي ما كتبعش أورتاكس فدك شي علاش إلا لن تخو بخيز ديكلارا تلينا لو شفخ ضافيات ديالها التاسي ودكالارت هاد التافيات في السي بيسي ديالها وكما كان عارفو بلي التافيات كتكون فقط في البلون والسي بيسي ما كتكونش فيه التافيات قاع فدك شارح ديك التافيات اللي ازادتها لن تخو بخيز على رأسها وحسبتها كم برودوي فهذا التافيات كتكون اكزونوري علاش لحقاش لن تخو بخيز ذراه ديك التافيات ما كتدخلهاش لجيبها وإنما لن تخو بخيز كتلعب فقط الدور ديال واحد الانترميدياغ ما بين لو كونسوماتور فينال او ما بين ليطا كين عندنا لو شفخ ضافيات الاتخونجي إلا كانت لن تخو بخيز كتتبيع فقط غيم على الخارج يعني الهدف المتقسي دياله هو التصدير فهذا التخو بخيز هادي كتكون مع فيه من اللي يس في دوك الخمس سنوات الأولى من أول عملي دي التصدير دارسها فبح المسلا لن تخو بخيز بدات في 2016 إذا ستكون مع فيه في 2016، 2017، 2018، 2019 حتى 2020 من بعد كس بدات تخلص ليس على هذا الشيء الخضافي اللي حققات كين عندنا اللي بخدوة اكسيسوار واللي كي تكونوا من اللي تخو بخيز يعني الى الانتخو بخيز وصلات واحد لمرشانديز لوكليو فكتحسب عليه اللي تخو بخيز فدك الترانسبور بطبيعة الحال كي يكون امبوزابل وكيتخلص عليه ليس كين الغودوفانس دو بروفي ولا الغودوفانس دو بروفي فهي كنسميه براءة الاختراع ففحال اسما كانت لانتخو بخيز عندها واحد لامارك ديالها وباعتها لانتخو بخيز باش بدا تفابريكي لوم ميم برودي فدك المبلغ اللي كاتتاخت لانتخو بخيز كي تسمى امبوزابل وطبيعة الحال هاد الارودوفانس كتكون امبوزابل كينين عندنا اللي غووني دو لوكاسيون هنا الانتخو بخيز كان عندها واحد لغاراج ولا واحد لباتيمون وكراتها الانتخو بخيز واحد اخر ولا الشيكو ميغزم واحد اخر فطبيعة الحال اللي كاتتاخد من عندهم حتى هما كيتخلص عليهم ليس كينين لي كوميسيون روسي واللي هما نقدر نقولوا بان الانتخو بخيز درس واحد العملية ديال الواساطة ما بينشي جوج ديال الشركات فدك المبلغ اللي كاتتاخد هي اللي كنسميه التطوير ديالها فدوك الفلوس اللي كاتتاخد كنسميهم دي كوميسيون ايكورتاج روسي وبطبيعة الحال كيكونو امبوزابل فلياس هنا كين عندنا لستوك واللي قبل ما غادين هترع لي بغيسكم تركزو فيهم زيان لحقش هدي مهمة بزاف وكاللاحظ بلي بزاف ديالي بروف كيغفلوا عليها وما كيعتوهاش حقها اهلوغ هنا ايه قبل ما غادين بداو غادين هترع على الاكل السبعة الاكل السبعة كيما كتعرفو كين عندنا فيها واحد لو كونت دو فغيسيون دو ستوك هاد لو كونت باش نقدر نعرفوه لشكي يصلاح غادين نعطو واحد لأكزمبل فمثلا الشركة تشري واحد الماتيغ بخمير باش تقدر زغادلين واحد البرودوي بالغرض باش انها تبيعو في المارشي فاول حاجة كتديرها لانتروبخيز هي كتدير لابروفيزيون مو يعني كتدير لاشادو ماتيغ بخمير كيما كان عارفو لاشاد ماتيغ بخمير كين عندنا فلا كلاستيس ابخي ديكلا ماتيغ بخمير اللي كتشريها لانتروبخيز راها كتكونسوميها يعني ديكلا ماتيغ بخمير كتديرها لاترانسفورماسيون باش تقدر سعطينا واحد البرودوي فيني داكور من بعد قبل ما الشريكة كاسبع داكلو بخدوي ديالها كتديره في الاستوك يعني كاتستوكيه عاد باش من بعد كتسقرر باش انها تبيعو فمنين كاس بغيلون تخو بخدستوكي داكلو بخدوي فيني كتدير واحد لو كونت فلا كلاستيس اللي كيتسمى لو كونت دو فارياسيون وبليتو واحد لو كونت فلا كلاست اللي هو لو كونت دو فارياسيون ديستوك وعلاش كتديرو؟ بوغنو تخليزي لفضلاشة دو ماتيغ بخوميغ هادي فاش غدين ساهموها مزيان غدينعطو عليها واحد الميسال صغير باش تقدر سوصل لفكرة مثلا عندنا واحد لن تخو بخيز شترات واحد المواد اولية يعني شترات واحد المواد باش انها تقدر تفابريكي لنا واحد لو برودوي نفترض بأنها داك الماتيغ بخوميغ دوك المواد اللي شترات تقامو عليها بخمسالاف درهم فذك لاشات مارشونديز في بليتوف وذك لاشات ماتيغ بخوميغ كتخلو في لسي بيستي ديالها وكتديرو في لزاشة فإلا لن تخو بخيز نادعتش يعني ذاك لو برودوي فاش فبريكا لن تخو بخيز نادعتش يعني يبقى عندها تسمى فلوستوك ففي هذا الحالة هادي الو غزولتك سيكون ديفيسيتار علاش لحقاش ليفونت عندنا ولا برودوي عندنا زيرو وبالنسبة للشخش ديالنا عندنا خمسالاف درهم وكما كاش عارفو لديفيرانس ما بين برودوي والشارج كاز عطينا لو غزولتات ولون تخو بخيز فإلا خلينا غيداك لو كونت ديال لاشا بوحدو دير خمسالاف درهم غادين ديرو صيفر اللي هو برودوي ديال لون تخو بخيز وانقصنا منو ديك خمسالاف درهم غادين سخرجنا لو غزولتات دي في سيطر ديال ناقص خمسالاف درهم فدك شاداش لو نتخو بخيز كيخصوالة بددل لنا واحد لو كونت ديال الفرياسيون داك لو كونت هو اللي كتدير فيه داك المبلغ ديال خمسالاف درهم اللي ما باعتوش لون تخو بخيز يعني داك شي اللي بقى لها في ستوكو ما تتباعش كيخصوالة دخلو لنا في داك لو كونت وفهد الحالة ديولي عندنا خمسالاف لشارج وخمسالاف لبرودوي وفاش كنديرو لديفيرانس بيناتو كتخرج لنا لو غزولتات زارو يعني لون تخو بخيز مارها بحق ما خاسرة فهد شي اللي كاين داك شي كلش كان قمّنت importante داكبرو بليل لي چاك فهم كلها تخيط ل它的 احضر هيinspask بشرطب جريح لان تنصف المشاهد خاصة بإذورت ؛ لايجمний لو كان أحضر بـ لايمتور الحالة أو لايمتور لايمتور فكاء الأحضر تنصف بتصف المشاهد ثم أيضاً كلها يحتاج إلىqué kebt Shock هنالك تواجم بث أيضًا رابطة تنصف عمل يعني له أن تنصف الطلبة بهذاكي بالتمن ديال البيع وزادت فيه واحد لمرجي يعني اخطأت الكودغوفيا اللي هو التمن اللي شحل باشتقم على ذاك البرودوي كامل وزادت عليه الربح ديالها فذاك الربح اللي كتكون زادت عليها كي خصمن نقصهم اللي غزلطة دولون تخو بخيز فهذا هو التخيطمون دير الستوك في البرودوي كينين عندنا لدي موبيليزازيون بخو دويت بغلون تخو بخيز ببوغي الميم هنا الى الانتخو بخيز قددت ليها على سبيل الميتال واحد الباتيمون فديك الباتيمون قد تعتبركم بشكل مفضل بالنسبة للانتخو بخيز فبطبيعة الحال راكت خلص عليها الاس وكتكون امبوظابل انا كينين عندنا لسيبونسيون ديكس بلواتاتيون غيسو فبنسبة لسيبونسيون بصيفة عامة كم ما كنا عرفو هما الدعم المقدم من عند دولة الشركات وكما كتعرفو كينين بزاف دي لسيبونسيون تختبر عنph embаются d'exploration and medcourse of evidence وها punition de equilibri سنقوم بت طفيل الأجدار وهي العبارة على واحد الدعم من عند الدولة وهي الإنشاط بأنشطة الرئيسية للشراكة هذا الدعم على سبيل المثال كانت تعتهแدورة الإخلاء lokala أو للك الشركات الفلاحية بمناسب الطبط على النشطة يعني بحل مثلاً كتعتهم الأعلاف ولا الأسميدة وهذا الشي كامل غيب باش ما يتضررش ذاك القطاع ديالهم وباش ما يخسروا شذوك الفلاحة لحقاش إلا خسروهما وما ربحوش فبطبيعة الحل راكي يكون عندهم واحد لفي نيغاتيف علاقاء على القطاعات الخرين وبالثاف ديالناس كيتضرروا معاهم هادا هدي هي لسيبونسيون ديكسبلوتاسيون واللي هي بطبيعة الحل كتكون إمبوزابل هنايا كينين عندنا لدينا جو تندو بريزونس روسي هاد لي جو تندو بريزونس هادو را هسبق لي وكنت ستخدرت عليهم في واحد الحلقة كينين عندنا لدينا جو تندو بريزونس وكينين لغوسي كينين لغوسي كيننا قلنا عليهم بلي هما عبارة على واحد الكميونيغاسيون أكوردين لزادمينيستراتور سويت ألو بريزونس تكون سي ادمينيستراتيون ولل اسمبلية جنرال يعني دوك الأعضاء ديال مجلس الإدارة كنا عطاهم واحد الخلصة مكافأة على الحضور ديالهم للمجلس الإدارة ولا للجامع العام فبطبيعة الحالته هي كتكون هنا كينين عندنا لغو بريز ديكسبلواطاتيون وليتا هما يحتاجوا التركيز بزاف وانا هنا غادي نهضر على لغو بريز بصيفة عامة فلغو بريز كما قلنا هما سندي برودوي امبوزابل علاش كما كتعرفو غالي برودوي اللي كاتبع لونتخو بريز ولا لونتخو بريز فكاتبع سلعادية الكيف مكانت فرقام بطبيعة الحال ماشي دهما تخلصو ومشي دهما تخلصو وكونتو فرقام بطبيعة الحال كنبيعه بالكريدي ولكن بعض المرات فاش كنبيعه بالكريدي كانكونو كنشكو في واحد لذلك سوف نشاهدهم في البروفيزيون في الكنتابيليتي الجنرال لا نسبة الناس من الـ S2 ولا نسبة الناس من الاجيسيون أو الكنتابيليتي فالكليون الذي لا سوف يخلصنا كنسميه إما كليون دوتو أو لتيجيو مهم، هذا الكليون فاش نشكو بأنه لا سوف يخلصنا إما في الـ Totalité أو غير جزء منها ففي ذلك الحالة نتخلص كنستطيع من البروفيزيون كحسيات يعني الـ Umtroprize تقوم بذلك الـ Cleaner لا تقوم بإجراء المبلغ الكامل أو تغففل واحد الجزء منه بالطبع الحالة التي تتعالى الـ Umtroprize ستعدها في المشارك الـ Umtroprize وكما كان عرفوا، كلما يتظهر المشارك الـ Umtroprize كلما تدخلص موان دامبو أو لا تدخلص ذلك فالشيء لك؟ الـ Umtroprize ديما يحاولون ما أمكان لأنهم يغنفلون لشارجهم غير لكي لا يخلصوا كثيراً للطريبة فذلك الشيء لماذا؟ إلى مثلاً هذه البروفيزيون التي قمت بتخلصها وكنستطعت التوتاسيون كثيراً في شارجها قلنا بأنها لا تخلص بكثيراً ولكن إلى ذلك البروفيزيون رجعت 100 أبجي يعني ذلك لديهم صافرها خلصنا وذلك البروفيزيون لا تبقى لدي هذا شيء غارض فهذا الحالة يجب أن نقوم بشارجنا بين شارجنا وما بين شارجنا هذاvy gubizada ما عن ذلك البروفيزيون أعلم ذلك وهاته للبروفيزيون وسارجها هادل هو بخيز هادو راهم كيكونوا امبوزابل داباغا ندوزو البردوئي فينانسيار فتا هوما كي تتعتبرون بين اهم الارباح اللي كيكونوا عند الشريكة واهم منوع اللي كان ديال البردوئي فينانسيار واللي هو البردوئي دي تيتر دو باكتسيباسيون واللي كنسميوه الديفيدون فالديفيدونت اللي بنسبة الناس اللي ما كيعرفوش هو واحد الجزء من الارباح ديال الشريكة الثانوية واللي كيتعتبر المؤسسين ديالها ولا الشراكة اللي فيها فبطبيعة الحل دوك الشراكة عفوا ممكن يكونوا دي بيغسون فيزيك يعني مثلا فلان محمد حمزة إبراهيم ولا ممكن يكونوا دي بيغسون مغال يعني كتكون شريكة مثلا لفاشكيغي ولا سنترال ولا إينوي ولا إكستر ديكلونتخو بخيز كتدخل بالإسم دياله بلو بطريمو اللي عندها وكتولي شريكة في إيونوت خصوصيتي فبطبيعة الحل فاشكيغي سالي العام مرالة غيب بغسيسون ديال الغزيولتا كما كتعرفو فاش الانتخو بخيز كتتدير الغزيولتا ديالها كتتفرق ديال الغزيولتا على بزاف ديال الحواج يعني كتتفرق منها لصالغ كتتخلص بها لزان تيرياليبونك كتتوفر منها واحد الجزء وكان أيضا واحد الجزء اللي كنسميه اللي كتتعطات دوك الشركاء اللي كينين في لانتخو بخيز فبطبيعة الحال هاد اللي ديفيدوند هادو را هم فيه مياه في المياه من الطريبة علاش هاد الشي كامل باش نقدرون نيفيت ولا دبل تاكساسيون لحقش ديال انتخو بخيز اللي اعطتنا هاد اللي ديفيدوند راه ديجا خلفت ليس و ديجا اللي ديفيدوند راه كانوا داخل ديك السعاف لحساب دياله فميمكنش يتخلص ليس على الديفيدوند في ديال انتخو بخيز ونزيد اندخله وستفاد لانتخو بخيز دياله نكشي علاش اللي ديفيدوند راه هم اكس نوغي مياه في المياه لحقش كي يستفدون من واحد لابطمون ديال 100% كينين عندنا لبونيد وليكيداسيون فاته مرة هم تتعتبروا بحال ديفيدوند علاش هادو كيكون عندنا فشل انتخو بخيز كتدير فاييس و كتليكيدال انتخو بخيز ففي ديك الساعة كنناخدوا واحد لاصمت مما كتكون في انتخو بخيز ديك لاصمت ديال الفلس كنودو كنفرقوه على قاعدو كليزاسيين اللي كينين في انتخو بخيز هادو هما اللي كنسميهم اللي بوني دو ليكيداسيون و هما بطبيعة الحال كيكونون نو امبوزابل يعني ما كان خلصوش عليهم ليس كيني اللي غاني دو الشانج و اللي هما امبوزابل لحقاش إلساجي دي بقدوي فانانسيغ اكسبسيوني فشنو كان قصدو بلغان دو الشانج فمثلا لو انتخو بخيز في الاطار ديال التعامل ديال مع الخارج دكش ديال امبو اكسبور فمثلا إلا لو انتخو بخيز بغت تأمبورتي واحد لامرشانديز الاترانجي يعني لو انتخو بخيز بغت تشري شيء سلعام بلغان ديال البلاد فنهار فاشتقت معاهم باش غتي تشتري ديال مرشانديز كانت ثمن ديال الورو واحد يسوي عشر ديال الدراهم فحتى دا سمو داول انتخو بخيز جاس باش تخلص فدك النهار ثمن ديال الورو طاح ولا فقط غيث من يديال الدراهم ففي ديال الحالة هذي كان ثميه واحد لغاني دو الشانج وبطبيعة الحال هذي لغاني دو الشانج هذي كتكون امبوزابل هناك كينين عندنا لازل انتغير روسي بخي اكورده او بخيز فكيما كتعرفو لانتخو بخيز ممكن بعض المرات هي تسلف دوك اللي بخيز اللي كينين عنده لانتخو بخيز الى دوك اللي بلسما مثلا ياخدو واحد الكريدي من لابونك كيجو عند لانتخو بخيز زي اما كيتلبو واحد الافونس يعني تسبق عادي وانتخو بخيز كتعطي لهم ولا إلا بغتش تعتهم الافونس كيتلبو من انها كريدي وداك الكريدي بطبيعة الحال ما يمكنش يردوه لها فابور وانما كيردوه مع واحد الانتخو داك الانتخو كيكون امبوزابل وطا هو كنحسبو عليه ليس هنا كينين عندنا لانتخو بروت دان كونت بلوكي وطا هادو كيحتاجو التركيز بثاف فاشنو كنقصد بلانتخو بروت دان كونت بلوكي فمثلا إلا كانوا عندي الفلوس يعني مثلا كان عندي واحد لكتضان ديال الفلوس سواء هاد شي ما مرتبتش بالضرورة بلانتخو بخيز واني تحنية الاشخاص العاديين يعني إلا كانوا عندنا الفلوس كن الناس مننا الي كان ي생 possibilثهم لابعوا بياخدوه ذات Latax فدوك الانتخو إلا كانت الانتخو مثلا هي التي تدخل الممتاز بالتابة في الانترائي فالانترائي إن كان يتصبر بعض المنصر تنسبة الانترائي ولكن بعض التالي يمكن أن تدخل البعض بالتابة في الانترائي الانترائي النبي لذا قبل أن نأخذ الانترائي كان من الأمام التي نحن لدينا الانترائي لذا الانترائي لم يتم تأخذ ذلك المبلغ كامل يعني ما كتستخدش الملخص 100% وإنما البونك كتدير لنا واحد لاغوتوني على صوص ديها الـ 20% يعني مثلا لونتخو بخيز كانت تغذيت 16000 درهم فلابونك كتقطع لها واحد ألفين درهم كتستخدها للابونك قبل ما تعطي دوك الفلس لونتخو بخيز وكتعت لونتخو بخيز فقط 80% من دوك الأربع ولكن لونتخو بخيز هنا يفاش قندرو على لي لونتخو بخيز ما خصاش تدكلاري فقط دك النت يعني ما خصاش تدكلاري غي دك شي ليشتاز وإنما كيخصت تدكلاري لبروت كامل يعني ذاك شي كامل وخرا لبونك قطعة لـ 21% وإنما خصت دخلينا في البخيز وفنانسيغ لونتخو بخيز كامل دير الانتري يعني مية في المية كاملة كيخصت دخلها لنا سمنا فدك شي علاش إلا دخلاتهم لونتخو بخيز بالبروت فكيكونوا امبوزابل يعني راكا يتسبع لهم الياس ولكن فشلو نتخو بخيز كتدخلينا دوك الانتري بالنت يعني ما كتدخليناش لومونتون كامل فقد كتدخلو مغي بالنت فاشنو كنديرو أول حاجة كيخصت نلقو لومونتون بغيط ديال هاد الانتري فباش كنلقو كننخدو لومونتون نت اللي هو لومونتون راكيكون معتلكم في الزيكزارسيس وكن نقسمو على 80% ولا باش نبسطو الحسابات كنقسمو على 0.8% ديك 0.8 وبلوتو ديك 0.8 هي لومونتون بغيط وهدك هي اللي نورمال من لونتخو بخيز كيخصت ديكلاريها لنا ولاني هي ديكلارات لنا واحد لومونتون قل يعني لونتخو بخيز بينات لنا بليربحات واحد الحاجة قليلة فدك شي علاش كندربوه ذاك لومونتون اللي لقينا في 20% ودك 20% أغيان تيقري يعني كنزيدوها عليها في الحساب ألوغ هناك كينين عندنا لازي سكونت ابتوني لشنو كنقصدو بيهو؟ إلا مثلا لونتخو بخيز دارت واحد لاشاد مارشانديز ودك لو فورني السوق ديالها دار ليها واحد لازي سكونت يعني نقصليها من الثامن دالي واحد لغيديكسيون فدك المبلغ اللي كينقصلينا كيت تعتبر بحل واحد لو بخو دوش فينانسيغ بنسبال لونتخو بخيز وبطبيعة الحال كيكون امبوزابل هنا كينين اللي غو بخيز فينانسيغ وراه تقريبا عندهم لنفس الو تخيطمون اللي كنبكرت قبل على اللي غو بخيز ديكسيبواتاتيون فالغتا هما كيكونوا امبوزابل دابا قدي نشوفوا اللي هم الأرباح واللي المبيعات اللي كتحققهم بشتريكة واللي مداخلينش في ديال الانتخو بخيز فأول حاجة كين عندنا هي اللي بخو دوي ديسيسيون دي موبيليزاسيون هنا اللي انتخو بخيز كانت Madame الو بزوان ديال كيداتيون كانت ديال البزوان ديالة الارجون ومالقاتش ما البلد غادي تجيب الفلوس ولو مثلا لانتخو بخيز بغاcido الو غنوفلومان ديال الانوميدسيسل يعني إن بغاد تجددFit الماطريع اللي كيين عندها فهذا الحال هذي كTsبيع الماطريع القديم للي كين عندها فLED فاشكتسب spunدي brain كينين عندنا لسيبنسيون ديكيليبر وجمعت معهم تالي سيفونسيون دان فيستيسمون فبنسبة لسيفونسيون كيمما قلنا قبيلا هما راهم عبارة على واحدة دعم من عند الدولة للشركات ولكن كين فرق بناسهم فبنسبة لسيفونسيون دي كيليبر يعني واحدة دعم ديال التوازن غيمل الاسم دياله ممكن نقدرون فهمه هذا الدعم هذا كسعطيها الدولة للشركات الكبار اللي كينين في الدولة فمثلا دوك الشركات إلا كانوا كي يعانيوا ومثلا كانوا ليشارج ديالهم بكثر من اللي بخدوي ديالهم ودوك الشركات مربحوش وقريب مثلا يديروا فاييت ولا بغوا يخويوا البلاد فهاد الحالة لون الدولة كتعطيهم واحد لسيفونسيون يعني كتعطيهم واحد الدعم فقط غيب باش يقدرو يستمروا في الدولة فهذه هي اللي كان قصدو بها لسيفونسيون دي كيليبر ولا إلا مثلا كان الثمن ديال البيع ديال دوك المارشون ديزولة دوك اللي بخدوي اللي كاتبع دلون تخو بخيز ما كانوش في الاستيطاعة ديال العموم يعني ماشيش شعب كامل قادر يخلص ديال 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 المنتوج ففهاد الحالة لدولة كتعطي واحد الدعم لدوك الشركات فقط باش يخفضوا من ديال 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 المارشون ديزولة وتكون في الاستيطاعة ديال ديال المواطن المغربي فالدولة كما قلنا كتعطي واحد الدعم لدوك الشركات باش كيخفضوا تمان ديال البيع ولكن دولة راها كتعوضهم وكتعطي لهم واحد لاصيب فالمثال اللي ممكن نعطيه بحل مسلا الشركة ديال البناء مثلا إلا كان شي شركة كبيرة ديال البناء وكان دوك الأسمين ديال مثلا إما السيمة ولا الياجور كانوا غالين بزاف فهما كيبيعوا بواحد ثمان رخيص الدولة كتتفق معهم باش يبيعوا بثمان رخيص ولكن هي راها كتعوضهم من بعد وكين ميت الآخر ديال مثلا الشركة ديال القاز يعني الشركة ديال البوطة فكما كان عرفو راه البوطة كيقولوا اللي التامة الحقيقي دياله هو مية درهم ولكن كتبع فقط با على ما أظن الدولة دير واحدة ديال ثمانين درهم على ما أظن هذي اللي كنت قريش مشحل هذي فدولة فمسلا المواطن المغربي ما غريش يقدر يخلص ديكم مية درهم كاملة على البوطة الكبيرة ذاك الشي علش الدولة كتعطي واحدة داعم للشركة باش ينقص الثامن باش يوالي كل شي قادر يشري ديال البوطة ولكن راهها كتعوض ديكلون تخو بخيز هذي هي اللي كنقص بيها لسيبونسيون ديكيليبر يعني إما كتعطي باش يقدر باش ديكلون تخو بخيز تخفض الثامن بالمواطنين واللي كتعطال الشركات اللي كبار في الدولة فقط باش انهم يقدروا يستمروا في البلاد وباش انها تعاونهم باش يتخطوا داك العجز اللي كين عندهم كين عندنا لسيبونسيون دان فيستيثمو واللي يعني غين نسمي دلاته هي ممكن نفهموها واللي هو واحد الدعم كتعطى من طرف الدولة للشركة فقط هالدعمة كيكون على شكل تجهيزات ولا أهلاس والوبجيكتيف دياله كيكون هو لغمونتاسيون ديالا بخوديكسيون يعني الدولة كتعطي باش تخفض الثامن بال كيكونم مثلا اما الالات ولو كتعطيهم غير اية وحدة باش يقدروا يسرعوا اللي انسج دلهم فهادي هالي كان قصوه الى سيبونسيون دان فيستيثمو ولا في بعد الحالات كتعطيهم الاراضي وهذه غالبا كتعطال الفلاحين ولا عندهم كالشركة الفلاحي الكبر كتعطيهم الدولة بعد معرات الاراضي باش يزيدوا يتوجيمتوا اكتروا لانسج دالهم كين اللي يغوا بخواصطنا بترنا اليوم منقبل اهلاي كانوا عندناAgستى معانا القسل الق descrição إن دلغchu سيء فاشنو كنوا كنقص воды بالال الـ Penalite هم الغرامات فهذا الـ Penalite ممكن يكونه فيغسي والتي هي اللي كتكون ديما يعني ديما الشركة مثلاً كتتخلص الاختيات ولين في هذا الحال الشركة هي اللي تخلصت في واحد الاختيات يعني ممكن الشركة يكون كن وقع لها مشكل مع شكليان ديالها ولا شي شخص دار المويم شي حاجة جو سيبا فذوك الفلوس اللي كي اعتارك يتمودي الـ Penalite المويم من الـ Penalite كنقصو بها بالدريجة هي الاختيات وبطبيعة الحال سهية كتكون امبوضاب هناك كان عندنا له ديغريفمون دامبو وهذه اللي مهمة بزاف هاد ديغريفمون دامبو فشنو كنقصدو به مثلاً بعض المرات كنقوا بلده بالشركة كي خلصوا بزاف ديالانواع ديال الطرائب لحقاش في المغرب كان سبعة وعشرين نوع ديال الطرائب والجيبايات يعني را كنين طرائب كتار ما كنش غير تيفيا وليس وليير و هاد الانواع اللي كسعرفوا وإنما كنين بزاف ديالانواع ديال الضرائب مخلطين ما بين لزامبو ما بين لطاكس ولي ديغريفمو ما بين لغريفمو يعني كنين بزاف ديال الحوائش فبعد المرات الى لانتخبخيز ما كانوش عنده الفلوس باش قدر تخلص واحد نوع معين ديال الضرائب في ديال الحالة لانتخبخيز كتكسب واحد الطالب يعني كتدر واحد الضرائب كتصفتو لهم وكاسبي اللي هم باللي راه لانتخبخيز را عندها واحد البوزوان ديال بليتو يعني كاسبي اللي راه ما عندهاش الفلوس وما عندهاش منين غادي سخلص داك لامبو او كاسبي اللي اصلا داك لامبوخة تخلصوا را ما غادي نفعه بوالو يعني را حتى الفلوس ما عندهاش باش غادي تخلصوا فدك الشي علاش او انتخبخيز كاطب منهم الاعفاء من ديال الضريبة يعني كاطب منهم باش ما تخلش ديال الضريبة وما تقلل كانت خلصاتها كاطب منهم باش انهم يردو لها دوك الفلوس ولا على الاقل يردو لها غي جزء منهم وطبع الحال كتافتو لها بزاف ديالي دوكيمو ولا كتافتو لها لديك لاراسيون شوماج إلا مثلا كانت لانتخبخيز ما بقى تشقاع كاسبيع يعني المدة طويلة لانتخبخيز ما كتدير والو كي يصفتو لديك لاراسيون شوماج وطبيعة الحال إلا كانوا عندهم دي فاكتو وثاق 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 كتصفتو من الادارة الضرائب وهم كي راجعوا الطالب إلا قتانعوا بذك الشي اللي ديك لارات لانتخبخيز والقواب الصحب لانتخبخيز ما عندهاش الفلوس وباليقناعاتهم في ذاك لارات اللي طلبات فرهم كيردوليها لمنطون طوطال ديال ذاك لامبو اللي كانوا خلصوا يا إما لامبو مثلا يا إما لطاكس دي دياليتي ولا ولا لطاكس دابي آآ بليتو كينين ديزوتخ تيب ديال ليتاكس يعني را كينين بزا في الانواع إلا كانت خلصاته وكانت صن أبجي فطبيعة الحال را كيردوليها يا إما المبلغ كامل ولا كيردو فقط جزء منه فذك شي اللي كيردوليها را كيكون امبوظابل وكيدخلي نفلو كالكول ديال ليس حتى الهنا سنكون سهلين الحلقة ديالنا ما تنسوش باش أنكم تتابونوا فلاشين ديالنا وبرتاجوا مع الأصدقاء ديالكم وما تنسوش باش أنكم تتابونوا القصيرة حد ديالكم ديال ليكور اللي بغيشون ننهضروا اليوم من بعد فنطلقوا في فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته